بعد ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون قد يصبح دونالد ترامب بنسبة كبيرة ثالث رئيس أمريكي يتعرض للمسائلة عندما يصوت مجلس النواب على اتهامات له بالضغط على أوكرانيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة التصويت ربما يحدث خلال يوم واحد عندما يجتمع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون خصوم ترامب ومن المتوقع أن يكون التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير إذا وافق النواب على المسائلة وهو الأمر المرجح ستنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ هذه المرة يسيطر ترامب على المجلس عن طريق الجمهوريين ستكون المسائلة أشبه بالمحاكمة داخل مجلس الشيوخ فسيتم اختيار أعضاء المجلس النواب لتمثيل الادعاء على ترامب كما سيكون جون روبرتس رئيس المحكمة الأمريكية العليا والمحسوب على الجمهوريين هو رئيس المحكمة وسيصبح جميع أعضاء مجلس الشيوخ أشبه بالمحلفين الذين سيصوتون على الإدانة أو البراءة بعد الاستماع لتفاصيل القضية قد تمتد المحاكمة إلى ستة أيام أسبوعيا على مدى ستة أسابيع وربما يتم تقليص هذه المدة إذا تمت الموافقة على بدء المحاكمة دون شهود لن تتم إدانة ترامب إلا بموافقة ثلثي مجلس الشيوخ في حين يسيطر الجمهوريون على 53 مقعدا من أصل مئة بمعنى أنه يجب أن يوافق عشرين جمهوريا على عزل ترامب حتى يحقق الديمقراطيون مرادهم إسماعيل الخولي العربية